اشتركوا في القناة تموت الأستفر جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب الكلاب الكلاب أكرمكم والله عندنا كلم يستخدم في الحراسة في الصيد في الرعي لأنه يحرس الأغناء اغتناء هذا الكلب جائز غير هذا محرم مفهوم طيب الآن ننظر إلى هذا الأخ هذا الأخ لديه أغناء ووضع حالس على هذه الأغناء كلب فالآن مرخص له في اقتناع الكلب صحيح أم لا نعم إذا ولغ الكلب في إناء هذا ماذا يصنع فيه يقسله سبع مرات ولأنه بالثراب ما في شك في هذا لكن عرق الكلب مثلا بالنسبة لهذا الأخ لأنه أذن له في استعماله فهذا غير نجس أما هذا زار هذا الأخ وجاءه شيء من لعاء من عرق الكلب مثلا أحيانا ترى وانت ماشي يمر يمسح بك الكلب اشتصنا في الطريق وانت ماشي صحيح؟ فتنظر إذا كان يعني لسق بك شيء من شعر الكلب تزيله وإلا يعني الأصل لم يأتيك شيء ولا إشكال فيها طيب بقاء الكلاب في البيوت يمنع من دخول الملائكة فأنت إيش ماذا تصنع يعني تحذر تنبه بعض الناس وكذا على يعني هذه الأمور يعني إحنا أردنا أن نتكلم بشيء يعني لأنه أكثر يعني فيه السؤال طيب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر